في شركة سعودية يوجد بها 84 موظف يتكن إما اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كريهما معا إذا علمت أن 20% من اللغة العربية يتكن الإنجليزية وأنا 8% من اللغة الإنجليزية يتكن العربية كم موظف جماعة مشترك يتكن اللغتين معا فرضنا بس لشباب أن اللغة العربية سين و اللغة الإنجليزية صاد 20% من سين بطقن الأنجليزية و نفس الوقت 80% من صاد بطقن الأعربية فهي معنى كده أن 20% من سين هي نفسها 80% من صاد و هذا مفتح الحل نحل بالتجريب افترض مثلا انه 20% يعني 20% عالمية جماعة من سين اللي انا اختصرها على بعضها هدينا 5 يعني 5 سين بتستوي 64 لما جيب سين بس اضرب كله في 5 فى 5 يبقى هدينا هنا ثلتمية وكام وعشرين طبعا ده رقم اكبر من رقم الاصل 84 فالحاجة ده يبقى حل يا جماعة ده حل خاطئ هنقرب الحل التاني افترض مثلا ان سين بتساوي ان المشترك بينهم 16 يبقى عشرين فى مية ده نفسها خمسة يا جماعة خمس خمس سين هتساوي 16 اضرب فى خمسة السين هتساوي 80 جبنا سين يا جماعة خداس طبعا رقم اقل من رقم الاصلي فان انا اقول نشوف الاستاذ هقول له هنا ان تمانين فى مية جماعة فى مية يعني ايه تمانين فى مية يعني ايه تمانين فى مية اما اختصر مع بعضها يبقى اربعة على خمسة يبقى اربعة على خمسة من الساد ستساوي 16 يعني ساد لحالها اضرب فى مية بخمسة على ربعة ساد ستساوي 16 بخمسة على ربعة مالو بايع دمع دفعه اربعة جماعة وصدت ساوي كم؟ صدت ساوي عشرين جبنا سين وجبنا صاد مجموع مع بعض مية خلي بالك مية 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 ولكن في اصله قال لي ايه قال لي ان سين زي صاد مفرد تكون كم يا جماعة قلت تكون عندك اربعة وثمانين اطرح مية مية نقص اربعة وثمانين هيدينا ستتاشر بنفس حالي جبت اقول يا جماعة اذا حلنا صح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته